اظهرت دراسة احصائية رسمية ان عدد قضايا نيابة الاحداث في عام 2017 بلغ 1880 قضية ارتكبها 2071 حدثا في حين بلغ عدد الاحداث المنفذة احكاما قضائية ضدهم 809 منهم 712 نفذوا احكاما بالاختبار القضائي و 78 بالاداء في دار الرعاية الاجتماعية و 19 بالحبس في دار التقويم الاجتماعي وقالت الدراسة التي اعدتها نيابة الاحداث بوزارة العدل بعنوان اسباب جنوح الاحداث في الكويت ان جرائم المرور شكلت 55% من قضايا نيابة الاحداث تلتها جرائم الاعتداء على النفس بنسبة 19% في حين شكلت جرائم الاعتداء على المال العام ما نسبته 10% وجرائم البيئة بنسبة 7% فجرائم المخدرات والخمور وتقنية المعلومات ب3% كما شكلت جرائم الاعتداء على العرض والسمعة 2.5% ترجمة نانسي قنقر